الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي هذا المجلس إن شاء الله تعالى سنستعرض ما ذكره شيخنا العلامة الإمام محمد بن عثمين رحيمه الله في كتابه القواعد المثلى في قواعد في أسماء الله تعالى وصفاته وسيكون درس اليوم في قواعد في أسماء الله تعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ورسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الأول قواعد في أسماء الله تعالى القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى أذكر القواعد لا أذكر القاعدة لا كلام الشيخ قال رحمه الله القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته غايته أي بالغة في الحسن غايته قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا طيب يقول الشيخ رحمه الله قواعد في أسماء الله تعالى هذه القواعد وهي سبع قواعد ذكر فيها الشيخ رحمه الله ما ينضبط به باب الأسماء ومن المفيد أن تعرف أن هذه القواعد ليست من اجتهاد الشيخ واستنباظه بل هي من جمعه وترتيبه وإلا في هذه القواعد قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله المتكلمون في باب الأسماء مبثوثة في كتبهم وقد جمعها ابن القيم رحمه الله في كتاب بداع الفوائد وذكر هذه القواعد وغيرها من القواعد المتصلة بالأسماء والصفات فمن المفيد أن تعلم أن هذه القواعد ليست من إنشاء الشيخ إنما هي من جمعه وترتيبه وتنسيقه وهي من القواعد المبثوثة في كلام أهل العلم عمل الشيخ رحمه الله في جمعها والاستدلال لها وتجريتها وتوضيحها حتى لا يقال من أين هذه القواعد أو ما دليل هذه القواعد أو هذه القواعد محدثة أو ما أشبه ذلك من الإرادات التي قد ترد ويردها بعض المخالفين فأحط علما بأن هذه القواعد مبثوثة في كلام العلماء تجدها في كلام كل من ألف في باب الاعتقاد وقد لا ينص عليها بحروفها لكنه يذكرها على وجه التطبيق والتفعيل ولذلك لو قال قائل أين في كلام العرب أن الفاعل مرفوع أين في كلام العرب أن الفعل يتعدى إلى مفعولين ليس في ذلك حرف واحد عن أقحاح العرب وأصحاب اللسان لكن أهل العلم استقرأوا كلام العلماء وكلام أهل العلم وأهل اللغة في باب اللغة واستنبطوا منه هذه القواعد التي مهمتها ضبط العلم وتوضيح معالمه وتقريب وأيضا ومن مهامها تقريب العلم للمتعلمين والراغبين في التعلم فهذه القواعد ذكرها أهل العلم ممن ذكر أكثر ما في هذه القواعد في هذا المقطع من كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد في المجلد الأول بدأ الشيخ رحمه الله في ذكر قواعد أسماء الله تعالى بذكر القاعدة الكلية التي يبنى عليه هذا الباب وهي أن أسماء الله تعالى حسنى قال رحمه الله القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى وهذه القاعدة دليلها قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وقوله وله الأسماء الحسنى فالله جل وعلا ذكر ذلك في موضعين من كتابه وقوله رحمه الله حسنى أي بالغة في الحسن غايته أي منتهى الغاية هي المنتهى والمقصود بقوله بالغة في الحسن غايته أي أنه لا أحسن منها ولا شيء فوقها في الحسن هذا المقصود وليس أن هناك حدا تبلغه هذه الصفات في أذهامنا وأذهامنا إنما المقصود أنه لا أحسن منها ولا أكمل منها في الأسماء المنسوبة إلى المسمي وقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى الحسنى فعلا مؤنث أحسن ومقصوده ما ذكره الشيخ رحمه الله من أنها قد بلغت في الحسن منتهاه والله تعالى ذكر طائفا من أسمائه وهذا يعتبر أصل يحكم به على كل اسم من أسماء الله تعالى فيحسن في أفرادها وحسن إذا ضمت إلى غيرها يعني لا يحتاج كما سيأتي إن شاء الله تعالى لا يحتاج في حسنها إلى أن تضم إلى غيرها يقول الشيخ رحمه الله وذلك أي بيان التفسير أنها حسنة وذلك لأنها متضمنة للصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه إذن حسنها يتعلق بما تضمنته من المعاني بما دلت عليه من الكمالات إذن لو قيل لك ما وجه حسن أسماء الله تعالى أو ما وجه وصف أسماء الله تعالى بأنها حسنة يقال أبرز ما يظهر الحسن في أسمائه ما تضمنته من المعاني فإنها تضمنت الكمالات التي تجب لرب العالمين أسماءه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني كما يقول ابن القيم رحمه الله في نونية فأسماءه كلها أسماء مدح فله المدائح والحوامد كلها جل وعلا لا يحصل عباده ثناء عليه من أين نقف على شيء من هذه المدائح والمحامد والكمالات لرب العالمين من خلال أسمائه الدالة على تلك المعاني والكمالات إذن هي حسنة لأنها تضمنت أكمل المعاني في وصف رب العالمين هذا واحد هي حسنة لأنها أيضا جميلة في ألفاظها لأنها جميلة في ألفاظها كريمة في بنائها فالحسن في اللفظ كما أن الحسن في المعنى وبه يكمل الحسن من الجانبين لأن قد يكون المعنى جميلا لكن اللفظ قاطر وقد يكون اللفظ جميلا لكن المعنى ناقص فإذا اجتمع كمال اللفظ مع تمام المعنى كان الفسن قد جمع لللفظ والمعنى بجميع جهاته يقول رحمه الله لا نقص فيها بوجه من الوجوه ثم قال لا احتمالا ولا تقديرا قوله لا احتمالا الاحتمال في دلالة اللفظ والتقدير بالنسبة للأدهان يعني لا نقص فيها من حيث لفظها ومن حيث معناها وايضا لا نقص فيها من حيثما تتخيله الاذهان وتفرضه العقول فهي كاملة من كل وجه وهذا امر قد اجمع عليه اهل الاسلام ودل عليه الكتاب والسنة لا خلافة بين سلف الامة في ان اسماءه جل وعلا حسنا اغضط هذه القاعدة وهذا الاصل لتحكم به على كل اسم يرد عليك فكل اسم يمكن ان تطبق عليه هذه القاعدة لتنظر هل هو من الاسماء الحسنة او لا فلو قال قائل من اسماء الله تعالى المنتقم له توقف لان الله تعالى قال ولله الاسماء والحسنة والمنتقم لا يجمع الحسن من كل وجه هو حسن في موضع لكنه ليس حسنا مطلقا او ليس من الحسنة مطلقا فلذلك لابد من التروي فيما نثبت وان نعلم ان الله تعالى قد ذكر جملك في سورة الحشر في المقال ولله الاسماء الحسنة اوله الاسماء الحسنة فينبغي لنا ان نطبق هذا الضابط او هذه القاعدة او هذا الاصل على كل ما ينسب من الاسماء لله جل وعلا لانه الذي لا يأتيه الباطل قاعدة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها فهي كلام رب العالمين في محكمة القرآن والتنزيل بعد هذا التأصيل ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الامثل نحن نكتفيه بمثال حتى نتمكن من المرور على هذه القواعد كلها نعم قال رحمه الله مثال ذلك الحي اسم من اسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها نعم هذا المثال واضح فالحي من اسماء الله تعالى لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت فثبوت هذا الاسم في الكتاب ثبوته أيضا بالسنة وأجمع عليه كافة أهل الإسلام لا خلف بينهم في أن الله تعالى حي ثم قال الشيخ رحمه الله في هذا الاسم اسم من اسماء الله تعالى وجه كونه من الاسماء الحسنى قال المتضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم فهو الأول الذي ليس قبله شيء ولا يلحقها الزوال فهو الآخر الذي ليس بعده شيء الحياة المستلزمة هذا من حيث أصل الصفة ثم إنها حياة مستلزمة لكمال من كل وجه ولذلك قال والحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وسائر الصفات التي يتصف بها ربنا جل وعلا وهو حي وكمال حياته يستلزم كمال علمه كمال قدرته كمال سمعه كمال بصره كمال كل الصفات التي تتصل بالحياة هذا مثال من الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهذه القاعدة قاعدة بينة واضحة نكتفي فيها بهذا المثال وننتقل إلى قوله والحسن في أسماء الله بعد المثال الثالث قال رحمه الله والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال يشير الشيخ رحمه الله إلى أن الحسن لا يقتصر على الاسم نفسه فقد ذكر الحي والعليم والرحمن في الأمثلة وهي دال على الكمال بمفردها لكنها أيضا تدل على الكمال بضمها إلى غيرها وهذا تلحظه في الأسماء المقترنة فإن كثيرا من الأسماء تأتي مقترنة يقرن الله تعالى بينها ومثل الشيخ رحمه الله في كلامه وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في قوله فهذا الاقترار به تكمل تلك الأسماء فهي كاملة على وجه الانفراد وكاملة بضمها إلى غيرها فهذا معنى قولي والاسم في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده كما مثل في ما تقدم ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال ومن ذلك الأول الآخر الظاهر الباطل فإن كمال كل اسم ثابت بمعناه الذي دل عليه لكنه يكمل ويزداد حسنا وبهاء بضمه إلى غيره حيث يكتمل الحسن في أسمائه جل وعلا يقول رحمه الله مثال ذلك العزيز الحكيم فإن الله قال رحمه الله مثال ذلك العزيز الحكيم فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز والحكمة في الحكيم والحكمة والحكمة في الحكيم والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإذن فيظلم ويجور ويسيء التصرف وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الظلم هذا واضح فالعزيز دال على العزة وهي صفة كمال لرب العالمين تدل على بديع ما اتصف به الرب جل وعلا وكذلك الحكيم دال على كمال رب العالمين فيما اتصف به من انفراده بالحكم والحكمة وأنه جل وعلا حكيم فيما يقضي حكيم فيما يأمر حكيم فيما في قدره وشرعه في كونه ودينه وما شرعه لأمته أو لخلقه هذه الحكمة وهذه العزة كلاهما صفة كمال فالاسم على وجه الانفراد دال على الكمال لكن اذا اقترنا دل على كمال زائد وحسن فائق ولذلك يقول رحمه الله في بيان الكمال باقتران هذين الاسمين واجتماعهما قال والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوءا نعم وسوءا وسوءا فعلا لا تقتضي ظلما وجورا وسوءا فعلا كما قد يكون من أعزاء المخلوقين يعني كما قد يكون ممن يوصف بالعزة من الخلق فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإذن فيظلم ويجور ويسئ التصرف وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل فقد يحكم ولا ينفذ حكمه وقد تكون عنده حكمة لكن لا تقبل حكمته بخلاف العزيز الحكيم الذي إذا حكم فإنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا راد لقوله جل وعلا خلاصة هذه القاعدة أن الأسماء كلها حسنة وهي حسنة باعتبار ألفاظها حسنة باعتبار ما دلت عليه من المعاني والكمالات حسنة بالنظر إلى أفرادها حسنة بالنظر إلى اجتماعها وما يضيفه الاجتماع من الكمالات في المعنى وفي المعاني والمرادات هذا هو خلاصة هذه القاعدة وما ذكر هو أمثلة يتبين بها المقصود القاعدة الثانية قال رحمه الله القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه نبين القاعدة ثم نمضي فيما ذكر الشيخ رحمه القاعدة الثانية تتعلق بدلالات هذه الأسماء وهذا من كمال إثبات أنها حسنة لا يمكن أن توصف أسماء الله تعالى بأنها حسنة إذا كانت أعلاما محظة كزيد وعبد الله وصالح وبكر وخالد هذه أعلام محظة لا يلاحظ فيها معانيها فقد يكون من اسمه صالح أفجر الناس وقد يكون من اسمه حكيم أجهل الناس وقد يكون من اسمه عادل أظلم الناس فهي معاني غاب عنها النظر إذا هي ألفاظ وأسناء وأعلام غاب عنها النظر إلى ما تضمنته من المعاني وهي ملصقة بأصحابها وليست مقارنة لهم أو متصفين بها اتصافا ملازما ولذلك قد يغير من اسمه عادل اسمه إلى عبد الله أو إلى بكر أو إلى صالح أو إلى ما شاء من الأسماء فهي أعلام محظة أما أسماء الله تعالى وأسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي أسماء تضمنت الدلالة على تلك الأشياء وتضمنت بيان ما اتصفت بها تلك المسميات فهي دلالة على المسمين ودلالة على صفات المسمين المسمين بتلك الأسماء نرجع نحن إلى ما يتعلق بأسماء الله تعالى لأنها موضوع البحث أسماء الله تعالى يقول مؤلف أعلام وأوصاف أعلام في دلالتها على ذات رب العالمين وأوصاف في دلالتها على ما تضمنته من المعاني التي اتصف بها رب العالمين فالرحمن اسم يدل على الله تعالى على ذاته وهو من حيث الدلالة على الذات علم وهو دال على اتصاف ربنا بكمال الرحمة لأن الرحمن فعلان وهو صيغة مبالغة تدل على الامتلاء والاكتمال في المعنى فالذي اكتمل اكتملت رحمته هو الرحمن جل وعلا فيكون الاسم من حيث لفظه يدل على الذات علما ويدل على ما قام في الذات من وصف وهو صفة الرحمة فيكون له دلالتان دلالة عالمية على الذات ودلالة وصفية على المعنى الذي اتصف به رب العالمين وهذا ما أشار إليه الشيخ وبينه في هذه القاعدة قال أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهذا معنى قول ابن القيم رحمه الله معنى قول ابن القيم رحمه الله أسماؤه أوصاف مدح كلها أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني يعني هي فيها من المعاني ما يجب إثباته ولا يجب إهماله بخلاف من يقول إنها أعلام محظى فالرحمن فالرحمن كالعليم كالسميع كالبصير الأول كالظاهر والباطن الأول كالآخر والظاهر كالباطن وهذا قول من لا يعقل ولا يفهم كلام العرب ولا يجري على سنن السلف الصالح في فهم كلام الله وكلام رسوله إذن القاعدة أن الأعلام أن الأسماء تدل دلالتين دلالة عالمية وهذا من نصيب الذات ودلالة وصفية وهذا من نصيب المعاني أو دلالة معنوية وهو من نصيب الأوصاف التي يتصف بها رب العالمين ثم يقول الشيخ رحمه الله وهي بالاعتبار بالاعتبار الأول أي بالاعتبار العالمية مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله تعالى فإذا قلت يا رحمن تدعو من الله إذا قلت يا كريم تدعو من الله إذا قلت يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير تدعو من تدعو الله تعالى فهذه الأسماء من حيث دلالتها على الذات هي مترادفة تدعو واحدا قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنة ادعو الله أو ادعو الرحمن سواء في كونهما يدلان على معنى واحد في كونهما يدلان على مدعو واحد وهو الله قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو هذا أو ذات فله الأسماء الحسنى فادعوه بها إذن الواجب على المؤمن أن يعتقد أن هذه الأسماء من حيث تفرقها تدل على موصوف واحد على مسمى واحد على ذات واحدة وأما من حيث ما تضمنته من المعاني فهي مختلفة وليست مترادفة دلالة الأسماء على الذات مترادفة ودلالتها على المعاني متباينة يقول رحمه الله وبالاعتبار الثاني متباينة أي مختلفة ولا يعني أنها لا تتفق أو لا تشترك في معاني لا يعني السميع والعليم من حيث دلالة الالتزام كلهما يدلان على أن الموصوف بالسمع والعلم حي أو ميت حي فاتفاقوهما في شيء من الأشياء لا ينفي تباينهما من حيث أصر المعنى فأصر المعنى مختلف فالسمع غير البصر والبصر غير العلم والعلم غير الحلم والحلم غير الكرم والكرم غير الخبرة وما إلى ذلك من سائر ما ذكره الله تعالى في أسمائه وصفاته فالنظر الثاني باعتبار دلالتها على المعاني هي متباينة يقول كل واحد منها كل واحد منها على معناه الخاص فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم يقول كلها أسماء لمسمى واحد في دلالتها على الذات هل هي مختلفة؟ هل السميع غير البصير؟ الجواب هل السميع في دلالتها على الذات الأسماء في دلالتها الذات؟ هل هي مختلفة؟ أو متفقة؟ متفقة تدل على ذات واحدة في دلالتها على المعاني مختلفة متباينة ولذلك يقول كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا والله تعالى السلام عليكم وزاكم الله خير وزاكم الله خير